اه لسه موجودين بص ما تقلبش على الفيديو وما تجرهوش يعني عشان ده صالحك انت يعني ما تجريش الفيديو تمام واستنى استنى عشان تعرف المعلومات اللي جايدة في ظل اللي احنا فيه دلوقت والفيروسات والامراض المنتشرة بقت الديت المعكيدة انج هو اللي خريب الدنيا ويمكن هو اللي بقى دلوقتي مسلطر على العالم كله التسويق الاونلاين والالكتروني المنتج ازاي تصور و ازاي يجهز و ازاي يتسلم للشركة اللي هتسواء او انت اللي تسواء او ايه هي المواقع اللي ممكن تسواء عليها لو انت ما حضرتش الفيديو بتاع المرة اللي فاتت التسويق عن طريق شركة امازون و جميع ما تقلبش على الفيه تضوت عشان هتشوف كل حاجة و هتعرف كل حاجة رقم واحد في تسويق اونلاين و تسويق الاونلاين اللي هو ديجتال ماركتين هي حاجة واحدة المنتج بتاعك ازاي يتصور بطريقة احترافية علشان اقدر اقدمه للشخص اللي هيقدر يشوفه و يشتريه من مجرد ما يشوفه انت لو منتج بتاعك مش متصور بطريقة احترافية مش تعرف تبيعه تبقى الفيديو تاني للاخر تمام بس لازم قبل ما تتبقى الفيديو للاخر هترنزل تحت و هتدوس لايك علشان هو عجب اللي قبلك و داس لايك تمام فانت هتدوس لايك تمام و انتشاش تعمل سبسكرايب و تكمل الفيديو للنهاية ما تحاولش تجري الفيديو خالص علشان ممكن فيها حاجات تفوتك في النص تبقى هي الزتونة ليك و لشغلك فتابع الفيديو بالتركيز جدا يعني انت لو في مركز ممكن تقفل الفيديو بس تتابعه للنهاية بتركيز و هتعرف معي خطوة بخطوة ازاي نصور المنتج باحترافية و ازاي نجاهزه و ازاي نعمل الدزاين بتاعه و ازاي كمان نعمل عرض الاسعار بتاعته قبل ما نبتدي نخش في المركز حاجة واحدة نبتدي نشتغل فيها ان احنا نصور المنتج بتاعنا كويس يعني نصور كويس بايه المستهلك او المستخدم لما يبتدي يخش يشتغل او يبتدي يشتري حاجة لازم الحاجة تشد انتباهه لازم المنتج يكون عالي الجودة معلش حتى لو المنتج بتاعك مش عالي الجودة الصور بتاعتك هي اللي بتخليه يشتريها طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله او ايه اللي احنا محتاجين عشان نشتغل ونطلع صور كويسة جدا للمنتجات ونبتدي نصعارها نبتدي نعمل لها ديزاين بتاعها نبتدي الكلام ده كله ايه اللي مطلوب مني او ايه اللي انا قادر اعمله اول حاجة مش مطلوب منك انت يبقى معك كاميرا بروفشن زي دي او محتاج معك مسلا لابتوب ماك زي دوت ولا اي حاجة خطس كل محتاج منا ان انت بالموبايل عادي موبايل زي دوت عادي تمام اي موبايل تمام اه اقدر اصور بيه تصور بيه ازاي طيب انا ببتدي اجيب لو ما عندكش امكانات تجيب كوروما خطرة او اي مسلا اللي هي الخيمة التصول المنتجات اللي هي بوكس شاين شاين سيبق منها خالص انا اقدر اجيب اه ورق ورق لوحات ابيض لو انا المنتج بتاعي مسلا اي ان كان مسلا اه اي حاجة تبع الغوامن انا ممكن اجيب ورق وفيته وابتدي اصور عليه والفوتوشوب ابتدي اعزل طب يا عم اللي انت بتقوله دوت واللعبك اللي انت بتقوله دي كلها هنا اقدر افهم فيها حاجة انت بسهولة جدا الموبايل لوت دي بقتي سواء اندوريد او ايفون اه بقت مليان يقدر يعمل فصل بسهولة جدا ويقدر يعمل عزل بسهولة جدا اه انا معايا حد اه بعتلي اه اردر حد بنظارات دوت بعتلي البوكسة ديت وقال لي انا عايز اصور المنتجات بتاعتي وتعمل لها دزاين فانا قلت اشاربكم الشغل اللي انا هعمله دوتو هنبتدي نعمل ايه يعني مسلا انا بعتلي دبارات زي دي تمام هو الفكرة كلها هو عايز يسور يسور المنتج بتاعه ايه بدزاين اه مختلف او بشكل مختلف بطريقا ما هنقوله بكي ما فيش مشكلة احنا هنبتدي ناخد المنتج ونبتدي نصوره ونبتدي نجيب له دزاين اللي هو بيشد الانتباه اللي هي الالوانات اللي بتبقى ايه العين بتفهمها على طول او بتشد انتباه للعين اللي هي ايه الالوان دي بيبقى الازرق الاصفر الاخضر الاحمر الالوان اللي هي بتبقى زاهية وراء المنتج او وراء السلع بتاعتنا هي اللي بتشد انتباه اللي هي بيشوفها طب تمام انت لو ما تفرجش الحلقة بتاعة التسويق الماركيتنج اللي هي عن طريق اولاين فانت هسيب لك اللي في الديسكريبشن تحت رابط الفيديو تفرج عليش ان تعرف كل حاجة انت بسهولة جدا هتقدر تصور المنتج بتاعك اه عشان تعرضه على امازون او تعرضه على سوقكم او جوميا او اي حاجة فلازم المنتج بتاعك بيقولك بتصورك كوالية عالي جدا لازم يكون خلفية بيضة هنقوله ما فيش مشكلة الكلام ده كله يعني المعنى الصورة بتاعتك بتطلع يعني اللي انت بتقوله دوت بيبقى الخلفية مفصولة عن الصورة مفصولة سوري عن الخلفية بيطلع معاك المنتج لنقدر اركبه على اي حاجة او اقدر اعرضه بصورة كويسة طيب يا باشا هي اللي هنعمله دلوقتي رقم واحد هنبتدل نصور المنتج بطريقة كويسة جدا ورقم اتنين هنعمله زين كويس ومحترم رقم تلاتة هنبتدل نصور تسعير بتاعته اللي هي الطبيعية او يمكن اقل شوية عرشان تشد دينا ايه المشتري طيب ايه اللي ممكن نعمله بعد كده تاني اللي ممكن نعمله ان احنا نخش على مواقع السوشال ميديا لو احنا خلصنا حيات البند التسويق اللي هو خاص بالشركات جوميا او امازون وسوق خلصنا البند ده ننقدر جعمل اعلان ممول بسعر رمزي تمام قول ابتدي نعرض عليه المنتجات بتاعتنا على فيسبوك على الواتساب الكلام ده كله هيغب من وقتك نفيش بس انت لو بتتفرج على الفيديو ده ده دلوقتي لازم تاخد خطوة لازم تتحرر احنا في وسط الازم اللي احنا فيها الفترة دية او في وسط الدنيا فيها امراض وفيها اعدوه وفيها يقول لك انا مش عايزة اخطلت بحد فانت لازم تشتغل وانت في البيت انا اقدر اشتغل في البيت بجاز كمبيوتر وهي ازا ما قلتلكم لو معكش كاميرا هيبقى مويل تمام واقدر اشتغل بي بدلا ما انا بافضل ماسك تريفون الليوم كله وببتدي مسلا لازم يكون عندك هدف ان انت تشتغل وتسوق نفسك وتنمي نفسك وتساعد نفسك اه ما تعتمدش اعتماد كامل او اعتماد التلتين ان انت تكون تشغال شغلانا وخلاص وتعتمد عليها لأ انت ممكن كمان تقدر تسوق منتجك زي ما قلتلك اي حاجة تشتغل فيها هتبقى بسولة جدا طيب انا هعرض لك هنا دلوقتي شوية صار من اللي انا عملتهم بخاصة بالعميد اللي جاب لي الشغر ده وتشانا صوره هلو هبتدي عرضهم لك هنا تمام اه فضلا اشترك في القناة بتاعتي وفعل الجرس عشان كل حاجة نزلها جيدة توصل لها والفيديو ده تعملت فيه جدا يعني عشان اطلع لك فيديو واطلع لك محتوى واشرح لك في حاجة زي كده انا بتعرف فيه فما تخلش علي بلايك وكتب لي كومنت لو انت عسس ان فيها حاجة خالص او عايز تستفسر عن اي حاجة باقصص التصوير او بالتصوير دي او ماركتينج اي حاجة عايز تستفسر منها كلمني انا امي شاب خلق اي حد بمعلوم اه لو الفيديو عجبك اعمل سبسكراب للقناة وفعل الجرس وشير لو عايز تشارك الفيديو شكرا موسيقى